قام الرئيس اليوناني بروكوبس بافلوبو بزيارة دول الصين في مايو الماضي والقى كلمة في مؤتمر الحوار بين الحضارات الاسيوية واصف تلك الزيارة بانها كانت تجربة مثمرة وتركت لديه انطباعا عميقا تركت زيارة الى باكين لدي انطباعا جميلا لاحظت تقدم الصين الكبير وكان حضور المؤتمر الحوار بين الحضارات الاسيوية مر لا ينسى اعتقد ان مخترح النظري وصديقي شيجينبين كان عظيما من خلال خلق طريق حوار مستند للحضارات الاسيوية وسائل اجراء حوار مع الحضارات الاغربيات فعن السلام وحيمة العدالة المشهودة رئيس الوزراء اليوناني كاراكوس ميتسو تاكيس تولى شخصيا قيادة 68 شركة يونانية للمشاركة في معرض الصين الدولي لاستيراد بنسخته الثانية من عقدة في شانقهاي وبهذا الشأن قال بافلوبوس ان المعرض يعد فرصة جيدة لتعيز التعاون الشامل والمثمر بين البلدين معرض الصين دولي لاستيراد فرصة جديدة لننظر العلاقات الثنائية من منظور اطول وبجودتها اكبر اضاف بافلوبولوس ان العلاقات الثنائية الحالية بين البلدين في افضل مستوياتها في التاريخ ولا تزال تتطور بسرعة وبقوة وعبر عن تفاؤله بزيارة الرئيس شيء الى اليونان سيساهم الرئيس شيء من خلال شخصيته موفرة على مستوى العالمي وحكمته في تعامل معشون لخارجية الصينية في انجاح هذه الزيارة وظل البلدان يحفظون على علاقتهم الجيدة ونعيد بحزم مبادر الحزام وطريق التي ترحح الرئيس شيء وبالاضافة الى العلاقات الثنائية سيتم خلال الاقام نقشة العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والصين ونحن ندعم العلاقات والثيقة لصين مع الاتحاد الاوروبي اشتركوا في القناة